رسمت الحرب الروسية الأوكرانية خريطة جديدة وواقعا جديا في مجال التاقة العالمية خريطة كان من أهم ملامحها ارتفاع أسعار التاقة والغاز الطبعي عالميا مما عرض جميع دول العالم بلا استثناء لأزمات حدة في أسعار التاقة باتت أسعار البنزين محط أنظار العالم بعد ارتفاع التكلفة التي شهدتها مختلف دول العالم قراء أزمة الطاقة العالمية وما نتج عن الحرب الروسية الأوكرانية التي رسمت خريطة جديدة وواقعا جديدا في مجال الطاقة العالمية خريطة كان من أهم ملامحها ارتفاع أسعار الطاقة والغاز الطبيعي عالميا مما عرض جميع دول العالم بلا استثناء لأزمات حدة في أسعار الطاقة وفي ظل تذبذب أسعار خامبرينت وسعر صرف الدولار قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوية في اجتماعها التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية هذا فضلا عن أن اللجنة تقوم بتغيير أسعار البترول بنسبة 10% كحد أقصى من السعر الحالي صعودا أو هبوطا لضمان أن لا يحدث تغيير سعري كبير في سعر المواد البترولية ومن ثم تحقيق الاستقرار في سوق المنتجات البترولية المصرية ويتم تسعير المنتجات البترولية في مصر من خلال النظر إلى التكاليف الرئيسية التي تدخل ضمن محددات إمتاجه وهي بالطبع عدد كبير من العوامل لكن أبرزها ثلاثة عوامل رئيسية أولها سعر الخام عالميا وتستخدم الحكومة سعر خامبرينت كمؤشر لتحديد السعر العالمي لبرميل البترول أما المحدد الثاني فهو سعر صرف الدولار الأمريكي وهو يغطي الجزء الخاص بتكاليف استيراد جزء المنتجات البترولية أو التكاليف الخاصة بتكرير تلك المنتجات البترولية محليا والتي يدخل ضمنها مكون دولاري وأخيرا تكاليف النقل والتداول والتي ترتبط بشكل أساسي بتكاليف توفير تلك المواد البترولية بمحطات التموين للمواطنين ومع بلوغ متوسط سعر البنزين عالميا حاليا حوالي 1.3 دولار لكل لتر بنزين في فبراير الماضي كشفت جلوبال بيترول برايس في شهر فبراير من العام الحالي عن الدول الأرخص في أسعار البنزين عالميا حيث جاءت مصر في المركز السابع عالميا كأرخص دولة بالعالم في أسعار بيع البنزين بمتوسط سعر اللتر الذي بلغ حوالي 351 من ألف دولار نجاح مصر منذ عام 2014 في إدارة مشروعاتها البترولية بشكل اقتصادي حقق الاستدامة وخفض التكاليف مع العمل على خفض الانبعاثات بالإضافة لسعيها لزيادة حجم الاستثمارات في مشروعات التكرير والبترو كيمويات المختلفة وكذلك البنية الأساسية وهو ما حافظ بشكل كبير على الاستقرار في ملف إمدادات الوقود والمنتجات البترولية للأسواق المحلية وبشكل آمن ومستدام والتخلص من حالة العجز التي أصابت الدولة في الفترة التي سبقت عام 2014